نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألماني للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلامة واعتضمونت دورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة وذلك من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة واختتمت دورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب التي عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راقن يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية في العديد من المجالات العسكرية وفي إطار حرص القيادة العمل القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر